ما أهمية محاربة الفساد وكيف يوافق بين المفاسد المترتبة على محاربة الفساد وبين محاربة الفساد وهذا الموت أو الفقد أو الخسارة كيف ينظر لها من منظور شرعي وما واجب كل منا في محاربة الفساد وكيف يربط بين الفساد وبين الأمر المعروف والنهي عن منكر هذه الأسئلة وغيرها أطرحها لضيفي الشيخ محمد الخطير عضو المجلس الإسلامي السوري موسيقى الفساد ثم الفساد ثم الفساد دودة تنخر في أعضائه وعظامه كل المجتمعات فتهده أو تصيبه بالفتور والألم والعلي لا أكون بالغا إذا قلت إن من أهم أسباب هذه الثورة المباركة ثورة أهل السورية ثورة العز والكرامة والرفعة هو فساد الطغمة الحاكمة ولعلي كذلك لا أكون بالغا إذا قلت إن من أهم ما يجب أن تهتم به هذه الثورة هو محاربة الفساد لا بل القضاء عليه هذه الأسئلة التي نريد اليوم أن نطرحها أهمية محاربة الفساد النظرة إليه من منظور شرعي وواجب كل منا في محاربة الفساد مع ضيفنا الشيخ محمد الخطير عضو المجلس الإسلامي السوري أهلا وسهلا بكم شيخ أهلا بكم الله أهلا وسهلا بكم حياكم الشيخ شيخنا لو نبدأ مباشرة ما أهمية محاربة الفساد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الفساد موجود في كل زمان ومكان من عصر سيدنا آدم إلى قيام الساعة لكن الكارثة والمصيبة عندما يوقف محاربة هذا الفساد عند ذلك هذا الفساد مؤذن بهلاك الأمم عن بكرتها وعن آخرها أهمية محاربة الفساد من الأهمية بمكان لأن خيرية هذه الأمة ليس بأنسابها وليس بعروبتها وليس بأموالها وليس بقداسة أماكنها المقدسة وإنما خيرية هذه الأمة بمحاربتها للفساد فالله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ترك محاربة الفساد مؤذن بهلاك الأمم عن آخرها فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الترمذي يقول والذي نفس بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يرسل عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم بني إسرائيل استحقوا اللعن من الله سبحانه وتعالى لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالله سبحانه وتعالى يقول لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم يشبه لنا حال الأمة براكب سفينة فيقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على الذين في أعلى السفينة فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا إذا خرقوا هذه السفينة في نصيبهم وفي حصتهم تهلك السفينة بما فيها ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا الفساد ومحاربته هو ضمان من هلاك الأمة بأكملها فالنبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن ذلك فيقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون طالما أن هناك مصلحون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر فهذا ضمان لأمتنا من الهلاك وهذا ضمان لبقاء الفساد في جحوره وفي حدوده الدنيا حتى لا يستفحل أكثر من ذلك فالأهمية محاربة الفساد هو ضمان للأمة بأكملها من الهلاك والعياذ بالله طيب شيخنا هنا يعني ربما سيكون هناك سؤال أو سيظهر السؤال على السطح وهو أليس في محاربة الفساد سيؤدي ذلك إلى مفاسد يعني ربما يكون موت ربما يكون فقد ما ربما يكون أي شيء هذا الفساد ألا ينظر لهم فيقلل من أهمية محاربة الفساد لا يوجد شيء في الكون مصلحة مطلقة من غير أي مفسد مترتبة على هذه المصلحة هناك ميزان شرعي للمصالح والمفاسد فإن كان تحقيق المصالح أكبر في أي خطوة تخطوها في حياتك اليومية أو في حيات الشرع بينك وبين ربك فلابد أن تقوم بها ولو ترتب على ذلك مفسدة صغيرة هذه المفسدة لا ينظر إليها ولا يؤبه بها أمام المصلحة العامة المتحققة في محاربة الفساد عندما نقارن ما بين هلاك الأمة بأكملها وما بين مفسدة صغيرة تلحق بفئة من المجتمع لا ينظر إلى هذه المفسدة الصغيرة المترتبة على ذلك أقول على سبيل المثال عندما ننظر إلى الفساد الذي استشرى وانتشر عند مناطق النظام في مسألة الكبتاغون وتجارة المخدرات نرى بأن هذا الفساد عم العالم بأجمعه في كل يوم نسمع عن ملايين من حبوب هذه المخدرات تضبط على حدود الدول الإقليمية والدول العالمية فأي مفسدة ينظر إليها مقارنة بهذه المفسدة العظمى عندما نرى الحملة العنصرية التي تؤدي إلى انهيار اقتصاديات لدول والتي تؤدي إلى تآكل هذه الدول من داخلها حملة عنصرية تكون في وجه الأجنبي ثم تنتقل إلى وجه القريب ثم بعد ذلك تنتقل إلى الشخص ذاته كالحاسد لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله فمكافحة هذه العنصرية التي هي نوع من أنواع الفساد مهما ترتب عليها من مفسدة فهي أخف بمئات المرات من المفسدة المترتبة على انتشار هذه المفسدة وهذه النظرة العنصرية في بعض المجتمعات عندما ننظر مثلا على موضوع الارتزاق في القتال وحمل السلاح لأجل المال مهما كانت المصالح المترتبة على هذا الارتزاق لكن المفسدة العظمى المترتبة على ذلك أكبر بكثير لذلك لا بد من محاربة كل أنواع الفساد بكافة أشكاله ومناحيه الفساد ليس فقط هو عبارة عن رشوة وليس فقط هو عبارة عن فساد مالي الفساد يعن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فعندما نحارب تجار المخدرات مثلا في مناطقنا سيعم الخير على بلدتنا بأكملها على مناطقنا بأكملها لكن ترك هؤلاء التجار يعيثون في الأرض فسادا سيؤدي إلى فساد المجتمع بأكمله سيؤدي إلى انهيار مجتمع بأكمله سيؤدي إلى كوارث لها أول وليس لها آخر ولا يعلم أحد آخرها لذلك مهما كانت المفاسد المترتبة على مكافحة الفساد فهي أخف بمئات المرات من المفاسد المترتبة على ترك الفساد ينتشر ويستشري في أمتنا طيب شيخنا هنا ربما نحتاج إلى نظرة شرعية وهي حصل هذا الأمر أحد الأشخاص مثلا كما الآن ربما حصل في واقعنا شرطي أو مسؤول في الجيش الحر ذهب ليحارب الفساد ليلقي القبض على شخص فأصابته رصاصة فمات أو إنسان فقد مالا أو شيء كيف ينظر لهذه الأشياء من الناحية الشرعية؟ هذه الحملات التي تشنها المؤسسات الثورية في وجه تجار المخدرات والمفسيدين بشكل نعام يترتب عليها مفاسد بلا شك من هذه المفاسد مثلا أحيان يكون قتل لهؤلاء الأشخاص الذين ثبت عليهم بالاستفاضة وبالأدلة تجارة المخدرات هذا القتل حياة للأمة بأكملها فالله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب حياة للأمة عندما يقتل هذا الشخص قد يترتب عليه بعض الأخطاء لأن هؤلاء المفسدين يتمترسون خلف المدنيين وفي بيوتاتهم وخلف أهلهم فإن ترتب أخطاء لا بد من معالجة هذه الأخطاء ولا بد من الحذر في هذه العمليات وأن تكون عمليات بمبضع جراح حساسة جدا لا يتعدى الخلل والخطأ دائرة الإنسان المستهدف فإن حصل هناك خطأ فلا بد من تعويض هؤلاء الناس ولا بد من أدائهم حقوقهم سواء كانت هذه الحقوق مالية أو معنوية أو مترتبة على الدماء لا بد من أداء الحقوق لأصحابها إذا حصل هناك قتل في الجهة المهاجمة في هؤلاء الثائرين الذين خرجوا لمكافأة الفساد فالبعض يرى بأنه يعني أنا لا أريد أن أقتلى ما بين أهلي وما بين أخواني وإنما أريد أن أقتلى على الجبهة في مواجهة عدوي العدو الداخلي الذي ينخر في جسد أمتنا وينشر الفساد فيها والله لا يقل خطورة وإجرام عن العدو الخارجي بل ربما هو أكثر خطورة هم العدو فاحذرهم هؤلاء المنافقين الذين في داخلنا وكذلك من ينشر الفساد ما بين شبابنا وبناتنا بمخدرات أو بغيرها من أنواع الفساد ويفتك بهذا الجسد من داخله هو أخطر على هذا الجسد بكثير من عدونا الخارجي الواضح المعروف الذي يواجهه الجميع فهذا الشاب عندما يقتل في حملات مكافحة الفساد يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى في سبيل دينه في سبيل ثورته في سبيل بلده في سبيل إحقاق الحق وفي سبيل نشر الخير ما بين الناس ومكافحة الفساد وأصحابه جزيكم الله خيرا شيخانة تسمحنا المفاصل ثم نعود لكم عزائنا المشاهدين نعود إليكم بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزائنا المشاهدين نعود إليكم شيخنا الكريم ذكرتم عن محاربة الفساد وأهميته وضرورته وواجب المجتمع لكن ربما يعني تظهر أو هناك مشكلة ربما نعاني منها وهي هل محاربة الفساد هو مسألة خاصة بالمؤسسات الثورية أم هو شيء يعمل كل أفراد المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا جميعا بأن ننكر المنكر ونحارب الفساد فمحاربة الفساد تعني إنكار المنكر أو هي المصطلح الحديث لإنكار المنكر والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يقول من رأى منكم منكرا منكم هذه من ألفاظ العموم كل المجتمع مخاطب بهذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي حديث آخر عندما يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الحواريين والأصحاب الذين يهيئهم سبحانه وتعالى لكل نبي من الأنبياء ثم يقول ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل هذه المراتب الثلاثة لإنكار المنكر المرتبة الأولى الإنكار باليد وهذه لها أهلها ولها أصحاب الاختصاص فيها ليس أي فرد من أفراد الأمة يقوم بالإنكار باليد وإنما السلطات المختصة صاحبة الشوكة وصاحبة القوة هي المخاطبة بالإنكار باليد هي التي تؤدي إلى الرجع هي التي تؤدي إلى الحد من الفساد عندما ينكر المنكر باليد ليس أي فرد من أفراد المجتمع ومن شغوط إنكار المنكر باليد اللي يؤدي إلى منكر أكبر منه فلو أن إنسانا من عامة الناس رأى منكرا فأراد أن يغيره بيده فغير هذا المنكر هذا يؤدي إلى ردة فعل من الفاسد أو الذي يقوم بعملية الفساد فيؤدي إلى ردة فعل وإلى منكر أكبر من الخير المتحصل من إنكار المنكر باليد فإنكار المنكر باليد هو من صاحب القوة وصاحب السلطة الذي يؤدي إلى الرجع للفاسد عندما يقوم بالإنكار باليد وهنا أهيبوا بمؤسساتنا وأحثهم وأشدوا على أيديهم بأن يضربوا بيد من حديد في وجه كل مفسد في وجه كل ظالم لأن الظالم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده عمهم الله بالعذاب نسأل الله العافية والسلامة فلابد من القيام بهذا الواجب من أصحاب الاختصاص فيه أن يقوموا به على أكمل وجه لأن هذا الثغر هو ثغرنا في هذه الأيام ثغر محاربة الفساد وإنكار المنكر باليد من أصحاب الاختصاص إذا من تقلنا إلى درجة ثانية فمن لم يستطع فبلسانه ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن إنكار المنكر باللسان وهذا واجب أهل العلم وأصحاب الاختصاص وعامة الناس إن استطاعوا أن يتكلموا بكلمة الحق وإنكار المنكر وأن يشيع هذا الأمر في أواسط العامة عندما ينكر المنكر وعندما يحد من هذا المنكر وعندما ينكر الناس المنكر بألسنتهم سيخفت هذا المنكر وهذا الفساد ويؤدي إلى خفوته وإلى بقائه في الزوايا الخاملة إنكار المنكر باللسان هذا واجب كل واحد مننا إن استطاع لا ينبغي لنا أن نربط ما بين إنكار المنكر باللسان وما بين الفضاضة والغلظة والشدة والعنف وتقطيب الحواجب وهذه للأسف الصورة النماطية مرتبطة في أذهان كثير من الناس أن إنكار المنكر والأمر المعروف أنه يعني المنكر يعني غلظة فضاضة شدة عبوسا قمطريرا ينبغي أن يكون شديدا في كلامه هذا الكلام ليس بشرعي على الإطلاق بل كل أوامر أو الآثار الواردة في القرآن والسنة تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب طيب فقولا له قولا لينة هذا مع فرعون أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى في الآية الكريمة عن الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجللهم بالتي هي أحسن هذا إنكار المنكر يكون بالكلمة الطيبة الأمر بالمعروف يكون بالأسلوب الحسن يكون بلا باقة يكون بطيب يكون بأخلاق جبلت النفوس على حب هذا الكلام الليني الطيبي إذا ما أردت أن تؤثر بهذا الإنسان بلسانك فلابد أن تتبع النهج النبوية بالدين واللطف والكلمة الطيبة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحسنة وبالأسلوب الحسن إذا ما انتقلنا إلى الدرجة الثالثة والتي لا تقل أهمية على الإطلاق أن الدرجة الأولى والثانية هي إنكار المنكر بالقلب ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل هذه آخر درجة لا ينبغي للمؤمن مهما كان حاله أن يتجاوز هذه الدرجة فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لا ينبغي أن تجاوز هذه الدرجة إنكار المنكر بالقلب من الأهمية بمكان فهذا القلب هو القلعة الأخيرة التي نأوي إليها إذا استمرأنا المنكر في قلوبنا فلن يتغير هذا المنكر على الإطلاق بل القاعدة والقلعة التي ننطلق منها لإنكار المنكر بألسنتنا وإنكار المنكر بأيدينا هي قلعة القلب فلابد أن يبقى في قلوبنا المنكر منكرا وإذا رأينا منكرا أن نقول اللهم هذا منكر لا نرضى به أن ننكر هذا المنكر بقلوبنا أن لا نستمرئ هذا المنكر أن يبقى هذا المنكر منكرا في نظرنا هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الجهاد في أذهاننا أنه هو تغيير هو عمل هو حركة هو يد هو سيف هو بندقية هو كلمة حق في وجه سلطان جائر مثلا لكن أن يكون جهاد في القلب هذا يدلنا على عظمة وأهمية إنكار المنكر بالقلب هذا يدل على أن هذا القلب لا زال ينبض بالإيمان لا زال فيه خير مهما توالت السنون فلابد أن يأتي يوم أن يتحول هذا الإنكار الذي هو في القلوب إلى إنكار باليد وإلى إنكار باللسن وإلى إزالة لهذا المنكر أما إن خرج إنكار المنكر من القلب فوالله لن يكون بعد ذلك إنكار للمنكر والفساد المستشري في كثير من البلدان سببه أنه لم يعد منكرا في القلب ما عاد أصحابه يرون أن هذا منكرا فلماذا ينكروه؟ فاستمرأ الناس السفور واستمرأ الناس المثلية واستمرأ للبعض والعياذ بالله الأشياء التي كنا نعدها من أكبر الكبائر والتي لا تقبلها الفطرة البشرية سببها أنه لم يعد منكرا وصار أمرا مستمرأا وصار أمرا عاديا وهذا ما يحصل مع طول الأمد في كثير من المنكرات وفي كثير من المفاسد يعني سبحان الله ببعض الأمثلة في بعض المجتمعات أصبح موضوع الحشيش أمر عادي مع طول الزمان كان شيء مستهجا شيء عظيم شيء خطير شيء مخيف شو حشيش ما حشيش؟ بعد ذلك أصبح يعني ربما يقدم في الحفلات ويقدم في السهارات وصار شغلة عادية لأن إنكار المنكر في القلب خرج من القلوب والعياذ بالله فما أحوجنا لأن نكون أحد هذه الثلاثة لا أن نكون الرابعة لأن بعد ذلك ليس من الإيمان حبة خردل إنكار بالقلوب لكل المسلمين لكل من يسمع بمنكر مهما كان هذا المنكر يسيرا بسيطا جزئيا لا بد أن تنكر المنكر في قلبك لا مناصة عن ذلك أبدا إن استطعت أن تتكلم كلمة طيبة فهذا واجبك في دائرتك الضيقة أو في دائرتك الواسعة في وجه السلطان أو في وجه أخي لك أو لحبيب أو لغريب أو لبعيد أو بوست على وسائل التواصل أو كلمة أو حالة حتى الحالة لها تأثيرها عندما تنتشر هذه الثقافة في مجتمعاتنا يصبح المنكر منكرا ويبقى المنكر منكرا أما عندما يسكت الناس فيستمر الأمر ويصبحوا أمرا عاديا والعياذ بالله بعد ذلك لا بد من الإنكار باليد وهو رأس الهرم وهو قمة الخير في إنكار المنكر لا بد لنا من يد تتخذها سلطاتنا ومؤسساتنا في وجه كل مفسد حتى يعمى الخير بإذن الله تعالى في بلادنا وهنا نستبشر خيرا في الحملات التي قامت سابقا وفي الأيام الماضية فهناك إحصائيات حقيقة مذهلة وطيبة ومباركة وتدعو إلى التفاؤل في أكثر من ثمانين معتقل من مروجي وتجار المخدرات الكبار في مدينة واحدة من مدن المحرر هذا خير عظيم يؤدي إلى استئصال شأفة هؤلاء الناس وإلى إيقاف هذه الجريمة حتى لا يصل بنا الحال إلى ما وصل بالحال في المناطق المحتلة من هذا النظام المجرم أو في غيرها من المناطق ما أحوجنا إلى استمرار هذه الحملات وإلى الإصرار على هذه الحملات مهما كانت الضريبة كبيرة فالضريبة التي سندفعها اليوم هي أخف بكثير من الضريبة التي سندفعها ببناتنا وأولادنا وأهلينا وزوجاتنا وإخواننا ومدارسنا وطلابنا وكبارنا وصغارنا هذا الشر المستطير لا بد من بتره ولا بد من أن نقف جميعا في وجهه جميعا متكاتفين يدا واحدة حتى نستأصل هذا المنكرات وغيره من المنكرات بإذن الله تعالى طيب شيخنا هنا أنتم ذكرتم الفساد والأمر معروف أنها منكر حقيقة أن لم أعرف ما هو الرابط بين مسألة الفساد التي نحن نعرفها هي مؤسسة تقوم بمحاربة مسألات كدرشوة أو مخدرات أو غيره وبينما ذكرتموه من الأمر المعروف أنها المنكر فما هو الرابط بين هذين المصطلح الشرعي الذي نقرأه جميعا في كتب الفقه والشرعي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محاربة الفساد هي المصطلح الرديف للنهي عن المنكر فهما مرتبطان ارتباطا وثيقا محاربة الفساد تعني النهي عن المنكر فهي مرتبطة بالأمر بالمعروف فالأمر بالمعروف يكون في أمور الخير والنهي عن المنكر يكون في أمور الشر هما جناحا طائر متكاملان مترابطان يطير بهما المجتمع الإسلامي فلابد لنا من المحاربة الفساد التي تعني النهي عن المنكر والأمر بالمعروف الذي هو يدعو إلى الخير ويدعو إلى الصلاح ويدعو إلى كل فضيلة رزيزكم الله خيرا شيخنا وأحسى إليكم رزيتكم خيرا على هذه الحلقة مميزة الشيخ محمد الخطيب أضوى المجلس السلام السؤال الله يزيكم عنكم خير والشكر موصولا لكم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم نذكركم بمتابعة قناة حلب اليوم حسب المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة دمتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم